تشخيص في طب الأسنان تشخيصي للحالات ونذكرها بالتفصيل نستعرض ثلاثة من هذه التخصصات العلوم التشخيصية هي علوم في طب الأسنان يتعامل مع العلامات الأولى من الحالة التي يمر بها المريض تشمل الكشف الدقيق الكشف السريلي التحاليل والفحوصات اللازمة لكشف الأمراض أو الاعتلالات أو الآفات المختلفة التي تصيب الفم والوجه والفكين التخصصات هذه راح نتكلم عنها اللي هي طب الفم أو الأورال ميديسن أمراض الوجه والفكين وأشعة الوجه والفكين كل فروع العلوم التشخيصية تعمل على لها مجموعة خطوات عساس نقدر نوصل إلى التشخيص الثلاثة خصصات هذه تعمل سوى نحتاج فيها التاريخ المرضي من المريض الكشف السريلي نحتاج نكشف على المريض بعدما ناخد التاريخ المرضي نحتاج نطلب منه التحليل وفحوصات اللازمة للحصول على بعض المعلومات المعلومات هذه نحتاج نحللها ونقارن ما بينها إلى ما نوصل إلى التشخيص كل العلوم هذه علوم تشخيصية لما نوصل إلى المرحلة القبل الأخيرة لذي هي التشخيص ثم نحدد الخطة العلاجية لهذا التشخيص الحاصل تاريخ المرضي نحتاج فيه نجمع المعلومات رح نتكلم فيها الخطوات هذه الستة الخطوة الأولى هي التاريخ المرضي نحتاج نجلس مع المريض نسمع من المريض كل المعلومات اللي نحتاجها لأنه أحياناً المريض هو يعطيك التشخيص بالعلامات اللي يعطيك إياها فهو أحياناً يذكره التشخيص ويساعدك في كثير من التحليل والتفكير مجرد سماع المشكلة المريض فنحتاج نجمع كل المعلومات منه نحتاج نسمع أول شيء منه الشكوة الأساسية تاريخ الشكوة الأساسية عنده قرحة مثلاً متى بدأت القرحة هذه كيف كان شكلها أول ما طلع تاريخ الشكوة الأساسية القرحة هذه نبدأ نسأل عنها متى بدأ هل هي مؤلمة أول ما بدأت هل هي مؤلمة الآن تغير شكلها هل صار على طبقة بيضة هل يطلع منها سوائل كل هذا لتاريخ الشكوة الأساسية نحتاج منه برضو كجزء من التاريخ المرضي نحتاج التاريخ الطبي هل سويت عمليات جراحية سابقة هل عندك نوع من نواع الحساسية هل دخلت طوارئ لسبب مما كل هذا التاريخ الطبي للمريض نحتاجه عساس نوصل إلى استعمل هذه المعلومات كلها لننصل في الأخير إلى التشخيص العلاجات السابقة في طب الأسنان هل سويت حشوات مؤخرا هل خلعت هل صارت لك مشكلة بعد ما خلعت برضو عندنا التاريخ العائلة عندكم أمراض وراثية هل في نوع من نوع من أمراض متكرر في العائلة عند أمراض ضغط أو سكر في الأجداد أو الأباء الخطوة الأخيرة في التاريخ المرضي نحتاج التاريخ الشخصي هل أنت مدخن سابق؟ هل دخنت زمان ووقفت؟ هل القرحة لها علاقة أو لا؟ هل أخذت مثلا نوع من أنواع التحصينات أو اللقاحات؟ كل هذه تاريخ الشخصي للمريض يساعدنا في الوصول إلى تشخيص في الأخير الخطوة الأولى نأخذ تاريخ المرضي يشمل الشكل الأساسية تاريخها تاريخ الطبي تاريخ العلاجات السابقة تاريخ العائلة الأمراضي الوراثية وتاريخ الشخصي الكشف السريري هي الخطوة الثانية بعدما نأخذ التاريخ المرضي من المريض نطلع الخطوة الثانية تشخيص أو الكشف السريري أول ما يوصل المريض نحتاج لنفحص فحص عام مظهره أول ما دخل العيادة كيف كان يمشي وزنه طريقة الكلام هل كلام ثقيل هل كلام يتكلم بشكل طبيعي هل يقدر هل عنده صعوبة مثلا وهو يتكلم لسانه ثقيل شحوب البشرة هل لون بشرة طبيعي هذا أول ما يدخل العيادة أول ما يجلس على الكرسي نحتاج لنفحص خارج الفم ندخل لأخر الفم آخر شيء نفحص خارج الفم نتأكد أن مفصل الفك هل هو طبيعي هل في ميالان هل في طقطقة في الفك الغدد اللعابية هل هي سليمة فيها انتفاخ أو لا الغدد اللمفاوية المنطقة الوجه والرقبة الغدد اللمفاوية الغدد درقيا نفحصها أيضا إذا كان فيها انتفاخ تماثل الوجه هل الوجه متماثل أو هل مثلا هنا منتفخ شوية هل هنا في بروز هل هنا فيها نوع من التماثل الأعصاب المغذية للوجه والعضلات أحيانا نسوي بعض الاختبارات نتأكد من الأعصاب المغذية للعضلات هذه هل هي تاما بشكل سليم والإحساس أيضا ثم بعدما نخلص من الفحص العام والفحص الخارجي ندخل إلى الفحص الفم تشمل الشفاية في المريض هل فيها شحوب هل فيها تقرحات من الخارج هل فيها حبوب مقدار فتحة الفم هل هو عنده صعوبة فتحة الفم وقد إيش المقدارة حقها لهم في المقدار الطبيعي أو لا أيضا اللعاب هل هو كمية اللعاب هل هو في الوضع الطبيعي وعنده جفاف في الفم ونوعية اللعاب هل هو لزج أو لزوجته أقل الأسنان هل فيها تسوسات هل فيها تسوسات أو كسور ممكن تسبب نوع هذا من الألم الأنسجة محيطة الأسنان هل فيها أمراض الخد هل فيه أي تقرحات أو شيء اللسان أي انتفاخات تغير في اللون هذه كلها علامات ينظر فيها طبيب طبيب الفم يعني هو اللي يدخل على المريض المريض يدخل على طبيب الفم من التخصصات الثلاثة التخصصين الثانية هي التخصصات يعمل مع طبيب الفم في الحصول على التشخيص فهو أول واحد يشوف المريض هو طبيب بالفم ينظر لكل الأشياء هذه كل واحدة لها دلائل وعلامات زي اللغز كل جزء يساعده في الوصول إلى الحل وأبعاد حلول أو أمراض أو تشخيصات ممكن هي تكون هي تشخيص بس اللي أنه ما وجد لها فيبتعد عن يعني مثلاً كان عنده ألم بس ما فيه سن تسوس إذن هو الألم هذا ما هو من تسوس الأسنان ومن شيء آخر فيبدأ يبحث فهو زي المحقق أو الشرطي اللي يبحث عن قطع اللغز هذه ليصل إلى التشخيص فبعد ما يخلص فحص الفم والأسنان فحص الخارجي فحص الوجه والفكين فحص الفم عظام الفم أيضاً إذا فيها أي بروز تغيرات في سقف الحج عظم الفك السفلي وإذا فيه مشاكل في الأطباق أطباق الفكين بعد ما يخلص من الكشف السريلي يصل إلى بعض التشخيصات بس هو ما هو متأكد فبناء عساس يحصل على تأكيد نهائي يطلب بعض التحاليل والفحوصات اللي توصلوا بشكل نهائي إلى التشخيص فالتحاليل والفحوصات هذه يساعد فيها التخصين المساندة لها تخصص أشعة الوجه والفكين وتخصص أمراض الوجه والفكين التخصصين هذولي هم طبيب أسنان يتخرج بعد سبع سنوات أو خمس سنوات أو ست سنوات على حسب نظام الدولة ثم يتخصص فيها سنتين أو ثلاثة فهو ما هو فني بعد الثنوية العامة يدرس سنتين أو ثلاثة ويعمل الأشعة مثلاً أو فني مختبرات لا هو طبيب أسنان يقادر على تشخيص الحالات بالنظر عن طريق الأشعة مثلاً أو في أمراض الفم والوجه والفكين بالنظر في الميكروسكوب فعندنا بعد ما يخلص طبيب الفم من التشخيص الكلينيكي يطلب بعض البحوصات من أشعة الفم التخصص هذا رح نتكلم عنه أشعة الفم والوجه والفكين عندنا مجموعة من الأشعة أو ثلاث أنواع أساسية من الأشعة اللي نتعامل معها بشكل دوري عندنا أولها اللي هو الأشعة البنورامية اللي هي الصورة الكبيرة اللي تظهر لكل الأسنان ومعض عظام الوجه زي ما إحنا شايفين في الصورة تعطينا نظرة عامة ما تعطينا تفاصيل نقدر نعرف منها مثلاً وضع الأسنان العقل هل هي مطمورة كيف هي طالعة بشكل مستقيم هل فيها ميلان الأسنان المخلوعة بشكل عام أيش الأسنان اللي نسوي لها علاج عصب على أساس تأكد منها إذا فيه خراجات زي ما إحنا شايفين في الصورة في الجزء الأيمن الأيسر عند سن رقم 47 نقدر شوف يخراج تحت السن عنده سنين مخلوعة عنده مجموعة من الأسنان نسوي لعلاج عصب فيه جسر في الجزء الأيسر فالصورة بنورامية تعطينا نظرة عامة نقدر نعرف فيها إيش الأسنان اللي نحتاج لنا أخذ لها أشعة دقيقة أو أشعة لكل سن فيه الأشعة اللي داخل الفم أشعة بنورامية جهازي يتحرك مخارج الأسنان أخارج الفم فيه أشعة الأسنان السعة الصغيرة ونقدر نشوف الجهاز هذا موجود تقريباً فيه كثير من العيادات يصير موجود الجهاز هذا هو اللي يطلع الأشعة غالباً الفيلم أو الفيلم نفسه يكون داخل فم المريض ومصدر الأشعة يكون من برة فنقدر الأشعة تضرب في الأسنان ثم تضرب في الفيلم ونحصل على صورة للأسنان طبعاً هذا النوع الوحيد من أنواع الأشعة اللي يكون داخل الفم فيه عندنا النوع الثالث من أنواع الأشعة هي الأشعة المقطعية وهي تقريباً الثورة الجديدة في علم تصوير الوجه والفكين هي أشعة الثلاثية الأبعاد زمان كانت الأشعة المقطعية للرأس والرقبة كان لازم تأخذها في المستشفى أجهزة المقطعية حق المستشفى زي ما احنا شايفين في الصورة هنا بس تطور العلم في الاتجاه هذا اللي تخصص في أشعة الوجه والفكين حيث أنه صار الجهاز متوفر في مراكز الكبيرة خصوصاً في المستشفيات الكبيرة الجهاز يأخذ المريض وهو واقف يعني كأنه صورة بانورامية ومقدار الأشعة أقل مقدار تعرض الأشعة أقل بكثير من الأشعة المقطعية التقليدية مميزات الأشعة المقطعية أنه بصورة واحدة تعرض الأشعة واحد المريض يروح ببيت يجلس الطبيب عنده كامل الوجه والفكين والجمجمة بشكل ثلاثة أبعاد يقدر يأخذ كل التفاصيل القياسات تحديد مكان الإصابة أو مكان الورم لا سامح الله إذا كان فيه لأن الأشعة دائماً مشكلتها الأشعة التقليدية هي ثنائية الأبعاد أنا أقدر أعرف هي يمين وليسار بسما أنا أعرف قد إيش هي داخل في الفك أو بالخارج أشعة المقطعية وثلاثة أبعاد الواحد يقدر يعرف بالضب وين مكانها بين أي سن و سن قد إيش هي على بره قد إيش هي على داخل كم ملي بالضب تفصلها عن السن فيها تفاصيل دقيقة يقدر يحصل على الطبيب الأسنان مشكلتها الوحيدة حتى الآن أنه مقدار التعرض للأشعة أكثر من الأشعة التقليدية فإذا ما في سبب يستلزم أخذ أشعة مقطعية غالب الطبيب ما يطلب يمكن في بعض الحالات الزراعة تطلب الأشعة المقطعية حالات أكسروا الوجه والفكين غالبا تأخذ على أساس يتأكدون أن كل شيء سليم وإذا كان في كسور يحددون مكانها وامتدادها فأشعة المقطعية أو أشعة تخصص أشعة الوجه والفكين يعمل مع طبيب الفم في الوصول للتشخيص ويعمل مع جراحة الوجه والفكين في أعطاء بعض التفاصيل الدقيقة وتشخيص المشكلة وقدئة المشكلة كبيرة أو صغيرة ويعمل برضو مع طبيب التقويم طب أشعة الوجه والفكين يعمل مع كل التخصصات تقريبا بس بشكل رئيسي مع الطب الفم وجراحة الوجه والفكين التخصية الثالث من التخصصات التشخيصية ليعمل بها مع طبيب الفم وإلى حد ما مع جراحة الوجه والفكين اللي هو أمراض الوجه والفكين علم الأمراض هو دراسة طبائع الأمراض وما تحدث الأمراض في الأنسجة من تغيرات كالتحول يعني الخلايا تتحول أسمح الله الخلايا السرطانية تتحول من خلايا طبيعية لخلايا السرطانية الثمور أحيانا بعضي يصير حالات في ضمور في مكان ما فعلم الأمراض يدرسون التغيرات هذه الحاصلة التضخم أو الالتهابات المختص في هذا العلم يعمل في البحث والتشخيص عن الأمراض التي تصيب الوجه والفكين بالصور المجهرية غالبا يتعاملها مع ميكروسكوب والصور المجهرية أو عينات تأخذ من المريض أما عينات زي الخزعة أو عينات لعاب عينات مسحية عينات سوائل من المريض يستعمل فيها المعلومات من التشخيص السريري وصور الأشعة أحيانا طبيب الفم لما يرسل عينة من المريض للمعمل يكتب فيها الفحص السريري ماذا وجد في فحص السريري ويصير الطبيب الفم من المعلومات هذه يصير موجه تفكيره إلى بعض الأمراض يساعده في الوصول إلى التشخيص النهائي عندنا في الصورة هذه مثلا تغير في اللون في خد المريض يقدر الطبيب يأخذ منها عينة أو خزعة يرسلها للمعمل معمل أمراض الفم غالبا يكون بالشكل هذي كفريق أو حيانا يكون واحد يكون العينة في مكان ما عند طبيب والباقيين يقدرون يشوفون كلهم يشوفون نفس العينة يساعدون جزء من النقاش والبحث عن تشخيص لهذا عن طريق الخصائص والشكل من العينة يقدرون يحددون التشخيص من هذه الخزعة يطلع مظهرات تقريبا بشكل مشابهة زي كذا اللون الوردي مثلا الخلايا نوع من الخلايا الخلايا الالتهاب خلايا الأوعية الدموية يقدر يشوفها في المكان فهذه عينة مجهرية بعد ما يحصل كل المعلومات هذه فحص السريري من التحاليل الأشعة من العينات اللي أرسلناها للمعمل كل المعلومات هذه ترجع للطبيب الفم يحلل المعلومات هذه إلى ما يصل فيها إلى التشخيص التشخيص هو تنظيم النتائج والمعلومات في مصطلح عبارة أو وصف قد يفسر حالة المريض إذا قدرنا نصل إلى هذا المرض أو الحالة اللي يمر فيها المريض ننصف لخطة علاجية هل مثلا نعطيه نوع من أنواع الأدوية يساعد في العلاج أو مثلا نحاوله إلى طبيب ممكن يقدم له العلاج مثلا إذا اكتشفنا أنه المشكلة في اللثة ونحاول إلى طبيب اللثة هو يقدم له العلاج إذا اكتشفنا أنه عنده مثلا الكسور نحاوله أو أورام نحاوله إلى جراح حيث أنه هو يتعامل مع الحالة التخصصات الثلاثة دائما تعمل مع بعض التخصصات كلها منفصلة يعني التخصصات النادرة جدا في العالم وفي المملكة العربية السعودية يعني يمكن الأطباء السعوديين المتخصصين في التخصصات الثلاثة هذه المجتمعية هو كل تخصص منفصل ما في أحد يتخصص تخصصين كل واحد يعني أطباء متخصصين في طب الفم وأطباء في تشخيص أشعة الوجه ونفكين كلهم لو نجمعهم ما عندي رقم ثابت لعدم وجود أرقام بس حتى في أمريكا أرقامهم أقل ناس في التخصص كاستشاريين في التخصصات الثلاثة هذه إن شاء الله تكونوا استفدتم من المحاضرة ونشوفكم في المقطع القادم